لو بنتكلم إزاي نقدر نواجه الأزمة الاقتصادية والترشيد وخلافه جزء منه هو العددات سابقة الدفع أو الـ Prepaid Cards اللي هي العددات عددات الكهرباء، عددات المية، عددات الغاز كل العددات دي بالذات الكهرباء جزء منها كبير بقى يعني عددات بالكارت أنت بتشحن الكارت طبقاً ليه استهلاكك أولاً ده بيخلي ما فيش أي حسابات جوزفية فتخلص من قصة الحسابات الجوزفية دي ويبقى تقليل جداً لتدخل الموظفين بيعملك تقييم طب خدت استهلكت كذا ما استهلكتش كذا نفس الشيء بالنسبة للميا وأظن الغاز أيضاً الحقيقة أنه قصة بقى العددات كان فيها مشكلة أنه الاستهلاك يخلص فجأة أنت في الصيف استهلكت كهرباء كتير انزل بقى عشان تشحن الكارت وارجع عشان تحط الكارت قصة بقى يعني التفاصيل فيها كتير جداً فناس كتيرة منهم أنا مثلاً كنت بنزعج جداً من العددات دي لأنه ممكن في نص الليل وهي الكروت دي ما بيحللهاش أنها تخلص غير في نص الليل في العز الحر وفي نص الليل تلاقي الكهرباء وطعت ليه يا جماعة حصل إيه؟ قالك علشان الرصيد خلص فبقى عشان تنزل تروح تشحن الرصيد ده بقى يوم بقى الحقيقة مش يوم لطيف تطبيق سهل الحقيقة أنه تطبيق مهم جداً سهل ده خلاك ممكن ده application على الموبايل خلاك ممكن أن أنت تشحن وتعرف رصيدك من على الموبايل من على التطبيق فتقدر أن أنت تعرف رصيدك وتقدر أن أنت تشحن طبعاً بالكريدت كارد وإنت قاعد في البيت فأولاً تعرف رصيدك هيخلص إمتى؟ ثاني حاجة بسرعة أن أنت تشحن قبل ما الكهرباء تقطع ولو الكهرباء عطعت تقدر أن أنت تشحن فالدنيا تتحل بسرعة فمش محتاج أن أنت تنزل وتروح فده بيوفر أيضاً الحركة والمصاريف وخلافه خلونا نتعرف على وأنا بحب جداً أن أنا يكون ديوفي من start-ups اللي هم شركات صغيرة وشركات ناشئة وقدرت أنها تعمل applications أن الحياة بتحل مشاكل كتيرة أستاذ عبدالله عسل العضو المنتدى بالشركة ديلتا مصر أستاذ عبدالله أنتم مين؟ أحنا زي ما حضرتك تفضلتي ديلتا مصر سهل هي الـ developer أو العمل التطبيق سهل بغرض اللي حريكي قلت عليه بالزبط أن ما يبقاش فيه أي تخوف من التعامل مع الكهرباء لما تقطع أن أنا دلوقتي عندي تحكم تام وسهولة تامة في التعامل مع عدات موزبق الدفع النهاردة عدات موزبق الدفع فيه مميزات خطيرة زي أن أنا بتحكم في استهلاكي عادةً بيقلل الاستهلاك حريكي عرفها لو حد تحوى زي الموبايل من فاتورة الكرت دايماً بيقلل الاستهلاك بيخلي الناس عرفة هي واخدة بالها من الكهرباء فيه مميزات كتيرة جداً كان العيب الوحيد أن حضرك زي ما تفضلت لو الكهرباء قطعت أو رصيد خلص لازم أخذ الكرت بتاع العدات وانزل أدور على ما كاناش حين فيه فمن هنا طورنا وكان الهدف أن نسهل على المواطنين وكانت فكرة ساعتها الدولة يعني فيها دفعة قوية جداً للتحول الرقمي تعالوا يا جماعة شوفوا حل التكنولوجي إزاي نحل المشكلة دي وفعلاً الكلام ده طورناه طورنا إن إزاي الناس حضرتك بالكرت بحطه بس على الموبايل من وراء وخلص بقرأ الاستهلاك بقش بشحن بالقيمة اللي أنا عايزها عليك قلتي بالكريد كارد أو الكرت البنكي ده طبعاً بس حتى لو ما عندوش كرت بنكي غالباً هيبقى عنده محفظة إلكترونية من محافظ الدفع وده منتشرة فيه أكتر من 20 مليون محفظة في مصر فيقدر يشحن برضو بالمحافظة الإلكترونية فبقت حل سهل على الناس كلها وأنا الحقيقة كمان يعني الحمد لله من توفيق ربنا إن إحنا لما طلعنا بالخدمة دي تركزنا من أول يوم على جودة الخدمة ويمكن التكنولوجي تيم عندنا مهندسين مصريين كانوا بيشتغلوا برا مصر في أمازون وفي مايكروسوفت في شركات كبيرة وجم هم اللي طوروا تطويق يعني المنتج مصري مية في المية الجودة دي قدت إلى إن لما حد بيسمع عن التطبيق وينزلوا مرة ما عايش عايز أقول لحضر الحريك خشي على الأب ستور شوف ريفيوز إحنا 4.8 out of 5 وده رقم من أكتر من 30 ألف واحد عمل ريفيو يعني داخل عمل ريفيو اللي بيدخل مرة بيستخدمها إحنا فعلا كوميا أكتر حاجة بتسعيدنا إحنا شغالين ما نبص إزاي الناس بتقول إن تحليتوا لي مشكلة أنا مبارح كهرباء عطيت بليل وعرفش عاملية عرفت عن تطبيق سأحلي مشكلة ده اللي بيخلينا كل يوم متحمسين للي بنعمله ويمكن ده اللي بيخلينا بيحفزنا إن احنا نكبر ودخلنا بعد الكهرباء قدرنا نخش في مياه في غاز في تلكم ندي خدمات تانية بس كان دايما هو البين اللي حلناه بين نحارك ما تحتاجيش تنزيله من البيت طيب أنتو كان عندكو أولا كان عندكو ابتديته من إمتى بالزبط؟ احنا بدأنا المنتج طلع عشرين عشرين في وقت اللي هو حوارين الكورونا حتى وقتها كان بشكل بايلوت يعني تجريبي على شركة واحدة عارك عرفة شركات توزيع في مصر الكهرباء أكتر من تسعة على مستوى الجمهورية بدأنا بشركة بنوع معين من العددات وبدأنا من هنا نتوسع واحدة واحدة نبني البنية التحتية بتاعتنا النهاردة بنغطي السوق المصري كله أي حد تسعة الشركات هم اللي عنده شركات توزيع الكهرباء جغرافيا بتبقى وأنواع العددات المختلفة يعني بأنواع الكروت والدفع المختلفة طب بنية التحتية تبنت على مدار السنتين اللي فاتوا والحمد لله احنا يوميا بنزيد عملاء عندكم كم عميل دلوقتي؟ سؤال كويس احنا مستهدفين احنا فيه 12 مليون عدد كهرباء مسبق دفع في مصر احنا اللي منزلين الابليكيشن حتى يومنا هذا من قبل أي حملة دعائية نص مليون يعني احنا دون نعرفوا لوحدهم نص مليون في قد ايه؟ احنا في السنتين اللي فاتوا من غير ما اقول لعارك احنا تعمدنا ان نبقاش فيه أي حملة دعائية غير لما نبقى متأكدين مليون المية ان جودة المنتج ما فيهاش غلطة لأن احنا بنتعامل معه ودي مسؤولية بنتعامل معه مرفق حاوي احنا اي حد ما يستحملش ان تهرب ببيته يبقى فيها شعر فالحمد لله وبقول لحضرك اللي حمسنا ان احنا نتحرك ونطلع بحملة دعائية قريبة ان شاء الله ان لما شفنا الريبيوز بكمياتها بالكواليتي بالسيربس بالريليابيليتي بتاع البرودكت نقدر بقى ان احنا نبقى متحمسين ان ده منتج اعتمد وعلينا جماعة في دفع الكهرباء